جيتكس أفريكا يتزايد بشكل أسرع مقارنة مع باقي بلدان العالم وحفاظا على هذه الجاذبية في مشهد دائم تغيير والتحول لا بد من تشجيع الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة من أجل بطاق مقاولات صاعدة وحادية القرن ومقاولة ناشئة ومقاولة صغر متوسطة مبتكرة كما يتوجب دعم تسريع الابتكارات التكنولوجية في القطاعة الواعدة مثل الدكاء الاصطناعي أو الحوسب السحابية أو الأمل الإلكتروني وحمايات المعطيات الشخصية ومما لشك فيه فإن تحقيق هذا التحول الرقمي يتطلب توفير مناخ أعمال ملائم وحكامة جادبة للاستثمارات من جهة كما يستوجب الاستثمار بشكل فعال في بنيات تحتية رقمية موثوقة وشاملة من جهات أخرى كما تعلمون فلا يمكن تحقيق تحول رقمي أو طورة رقمية دون التركيز على محورها الرئيسي المتعلق بالمواهب والمهارات ففي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المهارات الرقمية متجاوزاً بذلك الموارد المتاحة وفي سياق نتحدث فيه حتى عن حرب من أجل المواهب لا بد من تأكيد أن القارة الإفريقية تزخر بالمؤهلات البشرية ذات الإمكانات العالية فأكثر من 60% من السكنة لا يتجوز عمرها 25 سنة وهي طروة ستساهم لا محالة في بناء المصاري الرقمي للقارة إننا نحن نجحنا في تدريبهم وتكوينهم ودعمهم وتشجيعهم لهذه الغاية وأخيراً فإن الغاية من الرقمنا تتمثل كذلك في تجويد علاقة المواطن مع الإدارة فلا مجال لحكامة حديثة بدون رقمنا وهو ما يستلزب تيسير ولوجية الخدمات العمومية للمواطنين وخلق إدارة شفافة محورها الإنسان والمواطن حضرت سيدة السادة إن المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها قطب لرقمنا من أجل تسريع التلمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم وذلك تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفي هذا السياق فإننا نطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات كما أننا نسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وخلق أرضية لإحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها ونحن نشرع في تنفيذ خارطة الطريق فإن تنظيم هذه الضوء الأولى من جايتكس أفريكا بالمغرب يعد محفزاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا المنشودة ومما لشك فيه فإن جايتكس أفريكا سيسهم في رسم معالم قارة إفريقية متكاملة ومتصلة ودينامية ومتطورة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه فلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش ديروجام الموقع إحطاء لشبكات التواصل الاجتماعي